سأعطي لكم مشاهدين الكرام في هذه المقابلة الخاصة مع معالي المهندس طرق الملة وزير البترول وثروة المعدنية معالي الوزير أكيد من أبرز اهتمامات أي شخص يعمل في الوزارة الشارع والمواطن كيف وضعتم المواطن في اعتبركم عند وضع الخطط الخاصة بتسعير الغاز وتسعير المنزين نعم خلينا نتكلم في الغاز الطبيعي وده الأهم والحقيقة احنا احنا امكن علشان خاطر زي ما كنت بقول ان احنا عايزين نوفر كل ما يحتاجه المواطن من منتجات بترولية وغاز طبيعي ففي اطار خطة قومية بتاعتنا واهتمامنا بان احنا نوصل الغاز الطبيعي لكل ربوع مصر من شمالها لجنوبها كل المدن وكل المراكز وكل القرى فاحنا الحقيقة كمان يعني استجابة واجابة على سؤالين استجابة لكل الشعب المصري وكل اعضاء مجلس النواب وكل المواطنين كل الناس عايزة غاز طبيعي دلوقتي عندها في المنازل فاستجابة لذلك فعملنا مبادرة بعملة التقسيط فإحنا لما حطينا خطة بتاعتنا ليه توصيل غاز طبيعي للمنازل خطة كبيرة طموحة والحقيقة أن هي يعني بتلقى كل الدعم من السيد الرئيس عبدالتح السيسي وهو حطتها كأولوياته لأنه النهاردة لما بنتكلم على اكتفاء ذاتي من الغاز فالتبرونا بقى فين الغاز فلازم على أقل الشعب نفسه يحس بأنه فعلا وصلوا هذا الغاز اللي احنا بنتكلم عليه فمن هذا المنطلق عملنا مبادرة بتقسيط مصاريف تركيب الغاز الطبيعي للمناطن احنا كنا قبل كده كان المواطن بيدفع حوالي ألفين جنيه علشان خطر يتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي عنده في المنزل طبعا احنا بنتكلم على المناطق الجديدة التي لم يسبق فيها توصيل الغاز الطبيعي المناطق التي بيدخل فيها الغاز الطبيعي لأول مرة هنا احنا قلنا احنا نقصط الالفين جنيه دول على تلاتين جنيه في الشهر بدون مقدمة وبدون فوائد على ست سنين وبالتالي هتيجيلوا مع الفاتورة الشهرية لقصة تلاتين جنيه الحقيقة من ساعة لما اطلقنا المبادرة دي ما اقدرش اقول لحضرتك الحمد لله الاقبال جيه ازاي واحنا في الشهرين دول من يوم ما اطلقنا المبادرة في نهاية شهر يوليا يعني في اغسط سبتمبر قدرنا ان احنا نتعاقد على اكتر من تلتمائة الف متعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي المنازل من نظام القصة ابو تلاتين جنيه في نفس الوقت احنا طبعا استراتيجيتنا ان احنا زي ما بقول نوصل اكبر قدر من الوحدات السكنية واحنا النهاردة من يوم ما اطلق المشروع في التأواء للتمانية طلقت النهاردة بقى النهاردة عندنا 9.1 مليون وحدة سكنية وصل لها غاز طبيعي منازل